ده أنا أقولك بقى على مفاجأة كمان وأنت يعني حرتك على دراية بكل ما يحدث جمال علام أو بعض من المسؤولين داخل اتحاد الكرة طلبوا من بعض أعضاء الجمعية العمومية وبعض رؤساء الأندية يبعثوا جوابات يأكدوا على استمرار اتحاد الكرة وبعتوا حوالي 25 جواب الكلام ده كان بيحصل يعني من 20 سنة وكان بيبقى مفقوص قوي لا وبيجددوا الثقة بمجلس الإدارة طب ما هو سهل جدا من أنت حبيبك يعني تخليهم يبعتوا لك شوية جوابات بالزبط ما هو ده اللي حصل وبعدين على فكرة أنا قاريت كذا جواب الصياغة ببعتوا حتى فيها أخطاء يعني مش معمول بشكل صحي هي الموضوع والناس واضح أنها متمسكة بالكراسي وبعدين بقى أنا عايز ده سارجع معاك لنقطة برضو وراء شوية خطوة الإصلاح اللي إحنا بنتكلم فيها دلوقتي دي كانت مفروض إمتك فاكر المؤتمر الصحفي بتاعهاني يا بوريدة بعد الاستقالة أو يعني لتقديم الاستقالة بعد كاسل الأمم الأفريقية 2019 هي دي كانت نقطة الانطلاق أنا بعتبر السنتين التلات سنين اللي فاتوا دول فترة ضائعة في عمر الكرة المصرية اللي هي فترة اللجنة المؤقتة الأولى واللجنة المؤلية لجان التطبيع لأن لجان التطبيع زي ما جاي فيه قرار تشكلها تسيير الأعمال وخبالك اليوميا وتنقية الجماعية العمومية ووضع لايحة ايه رأي حضرتك أن الليحة اللي هي فيها ممنوع اللي هو صراع المصالح ولا تضارب المصالح قول غير مش دي جامعية العمومية اللي حطاها يا سيد السلام ازاي انت يعني هل حد سأل هل البند ده من حق أي مجلس يشيله اللي هو الجمع بين أكتر من حاجة متضاربة يعني أو متعارضة هل من حقيقة كمجلس إدارة ان أنا شيله من غير مرجع للجماعية العمومية مش دي برضو كلها ممارسات إدارية خاطئة مش مزبوطة مش هقول أكتر من كده لكن فعلا الوضع كان يجب عملية الإصلاح تتم من يوم ما مشي مجلس إدارة المنتخب بقيادة هانيا بوريدة آآ كان آآ المدير التنفيذي وقتها اللي وقت صار واتسويلم الوضع الطبيعي حسب الليحة إنه كان خلال 90 يوم يدعو إلى جمعية عمومية لإجراء الانتخابات صح ولا لا؟ ده كل ده تقاطع بتشكيل آآ آآ لأول لجنة للـ للتطبيع ثم آآ لما اللجنة اللي هي الاولى آآ كانت هتعمل حاجة مش على مذاك آآ الايدي المجهولة أو اللغو الخفي إيه اللي حصل اتشالت يعني ألغي قرار تشكيلها وتم تشكيل لجنة أخرى ما احنا عايزين نقول مين اللي بيلعب ويعبش في مقدرات هذا سؤال بقى أو لا اختيار أو الاستعانة بالأجانب هل هو الحل لإنقاذ الكرة المصرية يا فندم الأجانب دول وده على حد تصريحات كابتن حازم إمام هيشتغل معاه كل واحد منهم هيشتغل مع 4 أو 5 مصريين صح هل ممكن مش ممكن دول لو هم عايزين يدولوا معلومات معينة أو يتوجه في اتجاه معين لا مجلس الإدارة مفروض هو اللي بيرسم السياسة ويراقب تنفذها هم انت فهام قصدي؟ هم يعني مش موضوع ان انا اقول كلام عسول وكلام جميل وبعدين حليني بقى لو تفتكر يوم ما جه هيمشي كيروش هم ده نجيب مدرب مصري هم طيب طريقة اختيارك للمدرب المصري انت ظلمت اهاب جلال مرتين تمام ظلمت لما اخترته آآ من غير تفكير في مين هو اللي يستحق المسئولية حاليا او مين هو اللي يقدر يقوم بالعمل وظلمته مرة تانية لما ما وقفتش وراه وما سنتوش ها؟ هم وبيعته في اول محاصة هم بالزبط انت فهم قصلي بعدين بقى احنا خلصنا كده الكلام اللي هو العام عن المنتخب ومشاكله مشكلة بقى فيه جوابين غير جواب الاهلي جواب الاهلي ده قصة وحسمة النهاردة بس التوصيات اللي انا عرفتها ما فيهاش عقوبة هو فيها ادانة اه لاتحاد الكرة لكن فيها توصية بمراعات ذلك في المستقبل هم لأ مين المسؤول ومين اللي هيتعاقد هم هو انت النهاردة اما واحد يتسبب في الخطأ بهذا الشكل هم خلاص احنا نعرف هو مين ونزيبه قاعد يعني كأني كأني بضربك على ايدك وبقولك ما تعملش كده تاني ايوة لا انا بضربك على ايدك بس برضو انت انت تسببتلي في اذا كنادي هم فيه جواب اخر بقى اللي هو الجواب هم اللي تكلم عنه الساز مرتضى منصور هم اللي هو الخاص ب ترخيص الترخيص الاندية بالضبط الجواب ده جه عشرة مارس داين في اتحاد الكورة راح لنادي الزمالك اتناشر يونيو وده ايه برضو مش ده لا هقول له حررتك ممكن كان الطريق زحر طريق ايه دا انت لو الانتحاد الكورة لنا في الزمالك دا انت والله العظيم طيب جدا والله انا بحاول اطلع اي سبب يا لا ما هو ممكن جدا لا ممكن يكون كبري مايو كان فيه اصلاحات ممكن او كبري اكتوبر ممكن ها وعين حيلف لفة كبيرة بقى حيروح من ناحية كبري مبابة حيبا مشوار او لف ان عنده كبري مبابة لا يعني بجد هذه الاخطاء اه او ده خطأ اه برضو من الاخطاء الجسيمة يعني انت كاتحاد لما انت اللي متاح لك انك تخاطب الاتحاد القري او الاتحاد الدولي لما يجي لك جوابات تخص الاندية بتاعتك ازاي ما توصلش يعني اما لو بيبعتوا لك ليه جوابات يعني يعني بيبعت لك ايميل ليه ما هو دا دا لسهولة العمل الاميلات والحاجات دي تعملت الاول كان جوابه مسجل وبتاعه في البوستة وممكن يتعصل اي حاجة لكن ممكن يبقى فيه ازمة في الانترنت داخل اتحاد الكورة يتيجي يشتركوا يعملوا باقة يشتركوا ممكن يكون دا الاقتراح الامثل من جانب الاستاذ جمال الزهيري طبعا الصحفي والناقد اللي ايه يعمل باقة اه طبعا ان حل ازمة الكورة المصرية باقة نت جديدة باقة نت جديدة الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ جمال الزهيري باشكرك وباشكرك والكلام مهم جدا جدا اشتركوا في القناة